استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد انهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم في قصر الشاطئ في ابو ظبي فضيلة الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين وبحث الجانبان تعزيز التعاون بين الجهات المعنية في الدولة وكل من الازهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين لترسيخ القيم الانسانية وتأصيل ثقافة التعايش بين مختلف الثقافات والشعوب في العالم انطلاقا من مبادئ وثيقة الاخوة الانسانية وتطرق اللقاء الى مبادرة مجلس حكماء المسلمين التي يبحث اطلاقها لتعزيز دور علماء الاديان في دعم جهود التنمية والسلام تحت عنوان تحالف الاديان من اجل التنمية والسلام